خلافاً للمخاوف التي كانت تنتاب الشارع الحضرمي جراء انتشار جيوب تنظيم القاعدة في أوساط مدينة المكلة ها هي تعود مجدداً قوات الجيش لإحكام قفضتها الأمنية هذه المرة بعد عملية استهدفت وكراً لعناصر التنظيم كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية فبعد أن كان هذا التنظيم يعتمد في تنفيذ عملياته على حالة الفوضى والإنفلات الأمني الموجود في عدد من مناطق المدينة ها هو اليوم يتلقى الكثير من الضربات لربما كان آخرها في منطقة المسيني غرب المدينة بعد أن أكدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية أن العملية العسكرية الأخيرة تمكنت من القضاء على الخلية الإرهابية المكونة من ثلاثين عنصراً وإلقاء القبض على آخرين وعلى عكس المواجهات أيضاً التي كانت تخوضها القوات مع ذات عناصر التنظيم في السابق يؤكد المراقبون أن عدم نجاحها كان يعود لسبب تعدد الوساطات القبلية التي كانت تمثل العامل المؤثر على طبيعة نجاح المواجهات السابقة وهو أمر كان يخدم عناصر التنظيم بينما هذه المرة يبدو أن ثم تانية نشتثاث تواجده تعود إذن المعارك ذات النفس الطويل مع جوب تنظيم القاعدة في مدينة المكلة وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي يقوم بها هذا التنظيم للعودة والسيطرة إلا أن قوات الجيش ما زلت تعرقل كل تلك المحاولات